لقد تشرفت بتمثيل السيد رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون في المنتدى الإفريقي الروسي الثاني بعد المنتدى الأول الذي عقد في سوتي في 2019 وكذلك في المنتدى الإنساني والاقتصادي الذي عقد في نفس الوقت مع القمة الإفريقية الروسية فكانت هذه فرصة بالنسبة للجزائر لطرح وإعادة طرح مقاربتها بالنسبة لحل حلت كل المشاكل التي تعيشها إفريقيا حاليا بداية من مشكلة التنمية مشكلة اللاء من مشكلة المديونية كذلك فكلها مشاكل مترابطة في مع بعضها وأظهرنا كذلك مقومات الاقتصاد الجزائري والنتائج التي توصل إليها الاقتصاد الجزائري بفضل البرنامج الذي جاء به السيد الرئيس الجمهورية وبفضل الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنتين بحمد الله تعالى وتوصلنا إلى نتائج جد جد إيجابية مقارنة بما هو موجود في القارة وهذا نتيجة خاصة بالمقاربة الاقتصادية الجديدة التي جاء بها كما قلت برنامج السيد الرئيس الجمهورية ولكن نظرا لعدم تأثر الجزائر بالمديونية خارجية وهذا ما لا تتوفر عليه كل الولدان الإفريقية التي طبعا هي تحت نير هذه المديونية التي تعيقها في حركيتها التنموية وكذلك المشاكل التي نلاحظها بالنسبة لوجود تمويلات للمشاريع التنموية أو حتى شروط الحصول على هذه التنمويلات من طرف المؤسسات المالية الدولية وهي شروط جد جد تأجيزية مقارنة بالشروط التي تضعها هذه نفس المؤسسات للبلدان الأوروبية أو البلدان الأخرى وبالتالي طالبنا بإعادة النظر في كل هذه الأسس وفي كل هذه الأطر من أجل السماح لإفريقيا بالتحرر من عبء المديونية والمضي طبعا في مصارات تنموية جديدة تسمح لها بالقضاء على الفقر بالقضاء على الاضطرابات الموجودة والتي هي نابعة كذلك من الفقر المتقع التي تعيشه بعض البلدان الأفريقية ومن التخلف وهذا يعتبر بالنسبة لنا أحد الأساسيات ونحن ندافع عليه بحكم أن الجزائر كانت أول بلد نادى إلى تغيير النظام المالي العالمي والنظام السياسي الدولي كذلك بداية من 1974 وكذلك عاد السيد الرئيس الجمهورية التذكير بهذا الموقف فنحن لم نشارك في بناء هذه الأنظمة إن كان النظام السياسي أو حتى النظام المالي وهذه الأنظمة مفروضة علينا وبالتالي حان الوقت لإفريقيا لكي تثب وثبة جديدة نحو للمهوض وأخذ بزمام أمورها وهذا لن يتم ولن يستتم إلا بإعادة مراجعة النظام المالي الدولي والنظام السياسي الدولي عن طريق إعادة النظر في منظومة الأمم المتحدة وفي قانون الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة ومشاركة إفريقيا كعنصر فعال في مجلس الأمن الدولي وكذلك إعادة ترتيب بيت المؤسسات الدولية التي الموجودة حاليا حتى نتمكن من التعبير عن أرائنا ومن تغيير السياسات المجحفة حاليا التي تفرض على إفريقيا وكذلك على دول النامية والتي تصبو إلى النمو ترجمة نانسي قنقر